حديث القاهرة راحل عن دنيانا من أكثر من 51 سنة ليه بقى بقولي الكلام ده لأنه كتاب جديد يصدر بعنوان غزوة عزيزة لكاتبنا وباحثنا الأستاذ روبير الفارس أهلا بك أستاذ روبير أهلا بك أستاذ روبير أوراق معركة مجهولة لطاع حسين هكذا وضع في العنوان الفرعي أستاذ روبير وخلينا نبدأ الأول بأن هذه المعركة كان منطقتها ومكانها وميدانها الجامعة فإنت بدأت الكتاب بمعارك كثيرة جرت في الجامعة المصرية كانت مهمة وعلامات وعلى مدى منذ نشأتها وحتى وقت قريب ليه الجامعة كانت موضع هذه المعارك؟ في الرأي ما بدأت الجامعة سنة 1908 في مصر كانت منارة للتحديث رمز للحداسة فطبيعي أنها تصطدم بمجتمع أصولي في كثير من خطوات الحداسة تيجي تاخدها فتصطدم بالمجتمع في فكرة الانفتاح أن كل ما يهلس فيه كان بمعنى ما هو أحاديث عصري مدني ما هو أحاديث بالضبط تحديث للمجتمع يحدث المجتمع يقربه من زمنه ومن خضارته الحالية الحاضرة بالضبط فكمان الصحافة كانت فتحة الجامعة على المجتمع فكل ما بيدور فيها بتتلقى في الصحف وتكتب عنه يعني يحدث حراك وصدام في المجتمع كانت البداية 1910 بعد سنتين يعني اختارت الجامعة جورجي زيدان يدرس التاريخ الإسلامي فلما نشر الخبر اخترته اخترته بعتت له رسالة اخترته تكليف رسمي تكليف وحددت له مبلغ 200 جنيه وده مبلغ كبير جدا سوف أخبرك سلام صد جورجي زيدان طبعا أديب المرموك والكبير ومؤسس ضر الهلال بطبعات الحال وصاحب الكتابات التاريخية الكبيرة والمهمة في التاريخ الإسلامي ومن هنا جدعوة جامعة القاهرة له بانه يدرس التاريخ الإسلامي فحصل لما نشر الخبر اصطدم يعني في المجتمع ازاي مسيحي وكان سوري مسيحي ازاي يدرس التاريخ الإسلامي فمن منطلب ديني طائفي رفض الأمر ده فدي كانت أول معركة ومس هو اللي في الآخر هي لقى يعني أنه من اللطف والكرم هو من البداية من البداية خاف يعني تخوف من رد فعل المجتمع وقال ده لكن لما لقى إسرار في الأول لا لهو عمل المحاضرات عمل المحاضرات نشرت في كتاب بعد ذلك في كتاب سلسلة كتاب الهلال اللي هو مصر العثمانية يعني أعد المحاضرات وصدرت بعد كده في كتاب فرفضت يعني رفض المجتمع والصحف عبرت عندها فتراجعت الجامعة وتنحى الرجل وما أتكلمش تاني في الموضوع ولا دافع عن نفسه ولا تشبس بكرم شديد وكان من الجميل جدا في المعركة دي موقف الإمام محمد عبد وموقف لطفي المنفلوطي مصطفى لطفي المنفلوطي الكاتب برضو قال يعني عشاد بسماحة جورجي زدام الموضوع يطو أنه عالم يكتب وقديب يكتب في التاريخ ويقدر يشرحه وما فيش أي تحيز في اللي بيقوله ده لالك كلام ده الإمام محمد عبد المفتي للدير المصرية يعني بالضبط وبالرغم من كده خلعت الجامعة في المعركة دي طيب واضح أنه أول معركة خسرتها الجامعة تاني معركة تاني معركة كانت الدكتور منصور فهمي وكان خد من السربون دكتوراه بعنوان المرأة في الإسلام وتمت وشاية غريبة سنة 1914 من طالب كان صديق لي في البعثة بعت للجامعة أن الرسالة تسيق للدين فلكن هنا كانت الحرب جديدة على الرسالة لم يكنتش الترجمة فكل ما أسير كان وشيات فللأسف برضو جامعة فصلته وعاد بعدها بسنتين وهو نفسه فصل نفسه بقى فكريا آه هو تحول بقى تماما لدرجة اللي هو وتشير حتى الفصل من رواية المرايا المرايا أبراهيم عاق وهو بيشير إليه اسم أبراهيم عاق لو كاتب عن تراجعه ما أدى إلى حالة من حالات الردة التحول تماما طيب جان دارك برضو كان عندي جان دارك سنة 1939 تدريس مصرهين جان دارك آه لبرمارشو كان برضو في رفض دي طلب نفسهم يعني المجتمع والطلبة ورئيس الوزراء محمد محمود وقادها اتدخل وكان وطاع حسين هدد بالاستقالة ويعني برضو كانت محركة من المعركة وبرضو محركة غريبة جدا لبرمارشو كان بينتصر فيها لرؤية الإسلام بشكل وكان بيقدم ومطلع الأسيس متعصب وبيرد عليه وكانت مطبوعة قبل كده وده بيحصل كتير في تاريخ مصر الرواية تبقى لها عشر سنين مطبوعة وحد يقراها ما تعجبوش يقلب الدنيا عليها وبتمضي المعارك بقى وحتى توصلة لمعركة دكتور مصر حمد أبوزيد سنة 95 لكن خليني أروح بقى هنا لغزوة عزيزة دي معركة اجتماعية ده بقى خلينا نبدأ من الأول وهو وجود المرأة البنت في الجامعة بدأت ازاي بدأت في سرية لأنه لما طلبوا ده في المجتمع تخوف أحمد لطف السيد من ردة الفعل وتحايل هو وطاها حسين على فكرة أن الدستور بيتكلم على العلم للجميع ما قالش للأنسة ولا الزكر وليحة الجامعة بتقول للمصريين للمصريين فقالوا المصريين هنا زكر وأنسة فدخلوا سنة 1929 سرا خمس طالبات وفضلوا محدش عارف حاجة لحد ما نشرت الأهرام صورة سنة 1933 لطاها حسين مع طالبات طالبات الخريجات يحمل شهادة بكريوس من الجامعات من الكليات المختلفة كان فيهم أداب فيهم حقوق حقوق والأداب وكان في البداية الأقبال دايما على الكليات العلمية من البنات في الطب والهندسة فبرضه قامت زوبعة في المجتمع وفكرة الخديعة إزاي دولة تعلمه من غير ما نعرفه إزاي فيه اختلاط في الصورة دي يعني ده كان الأرهاص الأول لمعركة عزيزة الصورة دي بعد كده بس عايزين يشوف قدية عبقرية أحمد نطف السيد وتحسين لو أعلنوا هيحصل فزع في المجتمع ورفض الفكرة تعلم البنت وانضمامها للجامعة فقرروا قبول الطالبات ودخلت الطالبات ودرسنا كل هذه السنوات وكذب وخدوا وحصلوا الشهادة لدرجة أنه أصبح أمر واقع خلاص واتحسم ونزلوا الصورة بالتخرج فأفق الرجعيون على معركة كانوا نهزموا فيها سلف صحيح في المعارك الاجتماعية هي ممكن نقول في المعارك الفكرية كانت الجامعة بتنهازي لكن المعارك الاجتماعية كانت بتنتصر كانت سبع بنا تظن في الأول نعم سبع بنا تظن خمسة في الأول خمسة وهم وصلوا بعد كده لسبعة عشر ولما جات عزيزة كانوا متين كانوا متين وقت عزيزة سنة ستة وثلاثين إيه بقى اللي حصل أين عزيزة أولا؟ عزيزة عباس عصفور هي من بورسعيد وطالبة في كلية الحقوق ويعني يبدو أنها فوجأت لما جات من بورسعيد لجامعة القاهرة أن التعليم مختلط مع أن الجامعة من سنة تلاتة وثلاثين جرت بتكتب أنه خلاص وانت دخل الجامعة فعرفها وكان في معركة عملتها الكاتبة الكبيرة أمينة السعيد أن هي سنة ستة وثلاثين كانت شابة في الجامعة تلعب تنس ولبس تلبس الرياضة للتنس فدي طبعا يعني كانت معركة صعبة زي تلبس اللبس ده في الجامعة ومعاها ولا ضدها وكسبت المجتمع وكسبت المرأة حقها في مرسط الرياضة في الجامعة الزملاء والطلاب الغريب بقى في خمسة وعشرين يوليو ستة وثلاثين عزيزة بعتت مقال للأهرام نزل في الصفحة الأولى للأهرام بعنوان الاختلاط بتندد فيه بالاختلاط وأنه ده بيعيق التعليم البنات وأن هي اتصدمت وبالطالب أن العدد المحدود المتين دولة ممكن يبقى لهم زي جامعة خاصة أو قسم خاص فدي كانت بداية المعركة بمقال الأهرام وهنا ألاقي برضو حاجة غريبة أن الأهرام تنشر مقال في الصفحة الأولى لبنت طالبة في الجامعة وقتها بس بيدي برضو نقطة ضوء لللي كان بيحصل يعني يمكن فكرني اللي حصل بعد كده مع أحمد بهاي الدين لما كان شاب صغير وكان بيسيب مقاله في روزة اليوسف زار في كده وإلى أي منشور رأسة روزة اليوسف في الأهرام في الموضوع هو نشر وبقال عزيزة في الصفحة الأولى علشان هم متبنيين الوجه التقليدي وهم كانوا حاربه لأن هي لما نزلوا الصورة الأولى للخرجات لكن فكرة أنك تنزل برضو لطالبة في الصفحة الأولى فكرة غريبة فحصل بقى بدأت من هنا المعركة طبعا الرجعيين كلهم منهم عبدالله الخطيب وده كان حد من سوري وسلفي معروف محي الدين الخطيب نازل في جريدة الفتح وده سلفية معلم حسن البنة معلم حسن البنة يعني منشئ من منشئ السلفية في مصر أيدها وابتدى التأييد من ناحية الأزهر ومن ناحية السلفين في المجتمع وفي طلاب بقى يكتبوا فيها شاعر ويمدحوها ويخلوها رائدة القيم والأخلاق يخدقوا عليها كل الألقاب الحسنة اللي هي بتخليها تقود المعركة وده برضو أمر محير هل هي اللي كتبت ولا حد كتب يعني حد قدها حد استخدمها فكرة واضحة أوي في كتابتها نفقها شديد للملك فاروق قبل حتى ما يوعد على العرش الرسمي بس 36 ويعادة تقول ورمز التدين يا رمز التدين يا بنتي ولا عمز التدين وقاد الأمة قاد أمة إيه ده 16 سنة وبتقول عليه فاروق الطاهر فاروق الطاهر بدري أوي بدري أوي قبل يعني حتى موقت النفاق اللي هو عملها فترة ورب بدأنا وما سيكسب قبل ده كله يعني بدري جد ابتدى الناس يعني يحصل زوبعة جديدة فجريت المصري دخلت على الخط وكانت الأهرام عملت حوار مع شيخ الأزهر طاع حسين وقتها بقى بيشغل عميد كلية الأداب والمعركة كلها عنده تقريبا وصلت إلى مربعة هي في حقوق بس هو تحس من السياق أن المقصود طاع حسين حتى بيرموا يعني كان مرة عشر سنوات على معركة الشارع الجاهلي سنة 26 فبيرموا عليه برضو يعني برضو ما نساش هو اللي في الدماء فكانت هذه المعركة بقى التي قطعها وبطرها وعناها هو موقف طاع حسين الواضح والجليل مش هكذا هي معركة فيها طاع حسين بقي شكل أساسي الدكتور رأوف عباس في كتابه مهم عن تاريخ جامعة القاهرة في سلسلة تاريخ المصريين بيقول كان أقوى الأصوات وأنا مزبط ده في الكتاب قال الدكتور طاع حسين بك أولا لا أعرف في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله نصا يحرم اجتماع الفتيان والفتيات حول أستاذ يعلمهم العلم والأدب والفن هما ألولوا لا فيه فهو ردوا ألولي حاجة وقعة وحدة أو نص واحد فيه علشان يعني فقطع عليهم هذه الحجة ثانيا لا أعرف أن شيئا حدث في الجامعة يخيف من الفتنة ويدعو إلى الاحتياط بالتفريقة بين الفتيان والفتيات في الجزئية دي في الجزئية دي الدكتور العبادي أستاذ التاريخ عبد الحميد العبادي بيقول أنه قبل ما هي تنشر المقال كان فيه رحلة عملاها الجامعة للطالبات والطلاب كانت في شرق الأردن وفلسطين ولم يحدث فيها أي شيء حتى يسير النكتطلوب بمنع الاختلاط والرحلة عجيبة أن الجامعة تعمل رحلة خارج الحدود بالشكل ده وإنما أعلم أن سيرة الجامعيات والجامعين حسنة لا غبار عليه وهي في كلية الأداب بنوع قاص مرضية كل الرضا كل الرضا يرضى عنها الأساتذة وترضى عنها الأسر وترضى عنها السلطة الجامعية ولو أحست الأسر شيئا يخاف لنبهتنا يخاف لنبهتنا إليه ولو أحسسنا نحن شيئا يخاف لحتتنا له الجميل هنا بقى وقد اتهت المعركة على أنه المقال الكبير اللي أنت بتعرضه في نهاية الكتاب لطاح صين وهو يبدد كل الحجج ويرد على موقف الأزهر ويرد على كل موقف السلطة الرسمية كان مقال عنيف جدا وحد للغاية لكنه يبدو أنه أنهى هذه القصة إلى الأبد لغاية النهاردة آه هو لغاية النهاردة دي صعب لأن المجتمع بتحصل وتصار فيه الأسف يعني الأفكار المفروضة عد عليها 88 سنة حتى في الجماعات؟ آه يعني هو الجماعات وفي الإعلام وفي الشارع ما هو ناس بتطلعته ونفس كلام عزيز يعني الكتاب ده مخصص لهذا العام وليس عمس التركيبات آه أنا لما برجع للتاريخ بيكون قاصد دايما حاجة دلوقتي مش القصة تاريخية آه لأن الأسف زي ما بيقول أستاذ نبيل عمر في الخاتمة كاتبنا الكريوش أستاذ نبيل عمر عامل خاتمة لهذا الكتاب خاتمة رائعة كعادته يعني بيقول أنه إذا كانوا انتصروا جوه الجامعة ما انتصروش في المجتمع للأسف يعني وبذلك ذكرنا أستاذ نبيل عمر لازم أشكر الأستاذ حلم النمنام وزير الثقافة اللي أصبق لأنه أقدم الكتاب فرشة تاريخية ثقافية سياسية للتلاتينات رائعة جدا يعني فلازم أشكرك أشكرك جدا أنا بدوري بالأستاذ ربيل الفرش على هذا البحث الممتع واللي بيقول لنا أنه المعركة لا تزال مستمرة حتى الآن وطاع حسين وده كان عنوان الأستاذ أسامة سلامة فروزة ليوسف في العدد الأخير الجدل مزال مستمر ده أنت خليسة نجيب أسماء كل الأحبة يعني معه أحبائي ما قدرتش أحبائي إذن المعركة مستمرة حتى الآن وصوتها حسين يحسمها حتى الآن شكرا لكم إلى فصل